اهلا وسهلا بحضراتكم جديد كل متابعين متابعة ريفيزيون يوم السابع في كل مكان لازلنا مع حضراتكم في هذه التغطية العجلة لازلنا نتابع تفاصيل حادث الاسكندرية الذي وقع في الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس خلينا نتابع مع حضراتكم اخر بيانات النيابة العامة امر المستشار حماد الصاوي النائب العام بسرعة انجاز التحقيقات في واقعة قتل القمس ارسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء في الاسكندرية تلقت النيابة العامة اخترم بضبط الاهالي لشخص اعتدى بسلاح ابيض على كاهن كنيسة السيدة العذراء في محرم بيه اثناء سيره بطريق الكورنيش وقد توفي المجني عليه بالمستشفى متأثرا باصابته من جراء هذا الاعتدال بعرض الامر على المستشار النائب العام امر بالتحقيق العاجل في الواقعة وانتقلت النيابة العامة على الفور لمناظرة الجثمان فتبينت ما به من اصابات وتم ندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه بيانا للاصابات وسبب الوفاة كما عينت ايضا مسرح الواقعة وكلفت الشرطة باجراء التحريات العاجلة حول الواقعة وقد عرض المتهم على نيابة العامة لاستجوابه وذلك بعد ان قام الاهالي بضبطه والتحفظ عليه وعلى السلاح الذي استخدمه في هذه الجريمة حتى وصلت قوات الشرطة وجاري استجوابه وسؤال شهود الواقعة وايضا استكمال التحقيقات كما نرى ونتابع هذه صور القمص ارسانيوس الذي توفي اليوم من جراء هذا الاعتدال مرة اخرى بانتبع مع حضرتكم امر المستشار حماد الصاوي النائب العام سرعة انجاز التحقيقات في وقعة قتل القمص ارسانيوس وديد كهن كنيسة السيدة العذراء في محرم بيه كما اصدرت باترياركية الاقباط الارثوذكسية بالاسكندرية بيانا اكدت فيه استشهاد القمص ارسانيوس وديد كهن كنيسة السيدة العذراء بالاسكندرية في حادث اجرامي قالت الكنيسة في بيانها انه حوالي الساعة الثامنة من مساء اليوم قام شخص في منطقة سيدي بشر بطعن القمص ارسانيوس وديد في الرقبة مما ادى الى قطع بالشريان الرئيسي وتم القبض على الجاني ونقل الكمص ارسانيوس الى مستشفى بسيدي جابر وتمت عدة محاولات لانعاش القلب ولكنه لم يستجيب قمص ارسانيوس وديد هو من موليد 1966 وتم تعينه كاهنا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 95 ونال درجة القمصية في 16 اكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا تودرس الثاني ايضا من البيانات الهمة تمكنت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الاسكندرية من القبض على احد الاشخاص الذي قام بالاعتداء على رجل دين مسيحي اثناء سيره بالكورنيش بالاسكندرية وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال مرتكب الحادث ايضا ارسل قداسة البابا تودرس الثاني رسالة تعزية للأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الاسكندرية في انتقال الاب القمص ارسنيوس وديد كهن كنيسة السيدة العذراء في الاسكندرية والذي يعني تنيح نتيجة اعتداء تعرض له من قبل مجهول وجاء نص التعزية كالآتي على رجاء القيام ودعوا كاهنا فاضلا وخدما نشيطا محبوبا في سيرته امينا في كنيسته صاحب علاقات طيبة مع الجميع ومشهود له من كل الذين تعاملوا معه في منطقة خدمته من كل الشعب مسلمين واقباط صغار وكبار كذلك هو له سيرة ناجحة مع كل الاباء اخوته في الخدمة الكنسية اذا تابعنا مع حضرتكم بيان النائب العام بسرعة التحقيق في هذه الواقع وبتأكيد انتبع مع حضرتكم كل تطورات لحظة بلحظة الخاصة بهذا الحادث الذي وقع مساء يوم الخميس بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التلطية من تلفزيون يوم السابع شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء